هذه أبرز العناوين خليل زيتش يكتف سبب خلافه مع زياش ومزراول خبر عاجل خليل زيتش يرد على انتقادات الجماهير المغربية وهذا ما قاله خليل زيتش يصرح وجدت عادات سيئة بالمنتخب يجب محاربتها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس خليل زيتش يكشف سبب خلافه مع زياش ومزراول رد الناخب الوطني واحد خليل زيتش بقوة على الانتقادات التي تطاله بسبب استبعاده للتولاتي حكيم زياش ونصير مزراوي وأمين حارث من لائحة المنتخب الوطني المغربي التي تخوض مباريات غينيا بيسا وضهابا وإيابا وغينيا أيام السادس والتاسع والثاني عشر أكتوبر المقبل لحساب تصفيات كأس العالم 2022 ولد عرضه للائحة اللاعبين الذين اختارهم لخوض المباريات سالفة الدكر رد خليل زيتش بقوة على سؤال حول استمراره في تهميش زياش ومزراوي وحارث وبخصوص نجم الشيس الإنجليزي حكيم زياش أكد الناخب الوطني أن قراره بإبعاد اللاعب عن المجموعة جاء متأخرا بعد الشيء لأنه كان متسامحا معه في بعض التصرفات التي بدرت من اللاعب وتابع في حالة زياش لم يكن الأمر عبارة عن واقعة واحدة وإنما توالي سلسلة من الأحداث التي امتهت باستبعاده بكل بساطة فاللاعب رفض التدرب معنا بدون مبرر واللاعب عندما يضع نفسه فوق منتخب بلاده فلا مكان له داخل الفريق وبخصوص نصير مزراوي الذي يبصم على انطلاقة جيدة هذا الموسم مع آيكس أمستردام الهولندي فقد أوضح الناخب الوطني أنه لم يوجه إليه الدعوة طيل المباريات الماضية وحتى المقبلة بسبب رفضه المشاركة في إحدى المباريات السابقة مدعيا الإصابة ثم أضاف بعد خضوعه للفعوصات الطبية على يد طبيب المنتخب الوطني تبين أن مزراوي لا يعاني من أي إصابة ورغم ذلك رفض المشاركة لهذا السبب لم أوجه له الدعوة مجددا خبر عاجل خليل زيتش يرد على انتقادات الجماهير المغربية وهذا ما قاله تمنى الناخب الوطني واحد خليل زيتش مدرب المنتخب الوطني المغرب الأول لكرة القدم عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب الوطنية بداية من المباريات الثلاثة المقبلة لأسود الأطلس ضمن تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وخلال الندوة الصعافية التي عقدها اليوم الخميس بمركز محمد السادس بمعمورة للكشف عن اللائحة المدعوة إلى معسكر الإعداد المقبل قال خليل زيتش إن المنتخب سيخوض مباريات مهمة للغاية في مشوار المونديال أتمنى أن تعرف حضور بعض الجماهير لمساندته واستحضر المدرب البوسني الانتقادات التي تطاله من الجماهير المغربية بسبب طريقة لعب المنتخب الوطني في غياب الإقناع مشيرا إلى أن الأهم هو تحقيق الانتصارات التي تبقى الوحيدة التي تماهد الطريق نحو التأهل وقال أعلم أن هناك انتقادات عدة بخصوص طريقة لعب المنتخب الأول لكن عندما ننظر إلى النتائج المحققة في آخر سنتين أعتقد أنه ليس هناك منتخبات كثيرة في الحال محققت نتائج أفضل من المنتخب المغربي وذلك لأننا نركز على الفوز أكثر من شيء آخر وعن البنية التحتية الرياضية التي يتوفر عليها المغرب قال خليل زيتش نشاهد اليوم العديد من المنتخبات ستلعب مبارياتها الدولية بالمغرب لأن البلد يتوفر على كل التجهيزات والمعدات التي تساعد على التطور لدينا عناصر جيدة لا يجب أن نتصرع وعلينا أن نتحل بالصبر وكشف الناخب الوطني صباح اليوم الخميس عن اللائحة النهائية لللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في مباريات أصد الأطلس حساب الجولات الثانية والثالث والرابعة من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 جماهير تشيسي تنتقد زياج وتطالب برحيله تنهال الانتقادات على الدولية المغرب حاكم زياج بعد مشاركته في مباراة تشيسي ويوفينتوس أمس الأربعة برسم الجولة الثانية من المجموعات بدور أبطال أوروبا وانتقدت جماهير تشيسي الظهور المخيب لزياج مع الفريق أمام يوفينتوس إذ لم يقدم اللاعب الأداء المنتظر منه ما دفع جول المتابعين يقتنعون بعدم تمكنه من النجاح مع المدرب توماس توخيل فيما اعتبر آخرون أن زياج مجرد ضيل في الفريق ولا يمكنه تقديم أي إضافة مع توخيل وكتب أحد المشجعين على حسابه في تويتر من المحزن أن طريقة توخيل لا تتنسب مع طريقة زياج لن يزدهر أبدا في عهد الألماني زياج مجرد ضيل لنفسه العب ضد طبيعته مع توخيل وارتفع عدد المقتنعين بعدم تمكن زياج من تقديم أي إضافة مع تشيلسي مطالبين بالاستغناء عن خدماته لمصلحة الفريق ومصلحته من أجل استعادة التواهج الذي كان عليه مع آياكس وافتقده مع النادي اللندوني خليل زيت يصرح وجدت عادات سيئة بالمنتخب يجب محاربتها قال وحيد خليل زيت مدرب المنتخب المغربي في تصريح على هامش الندوة التي عقدها في مركب محمد السادس بالمعمورة أن منتخب غينيا بيساو يبقى المنتخب القوي الذي سنواجهه في المجموعة وفي حديثه عن ظروف العمل داخل المنتخب قال منذ إشرافي على العرض التقنية لأصود الأطلس وقفت على العديد من العادات السيئة التي يجب القطع معها مستقبلا من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي وهو تحقيق الألقاب رفقة هذه المجموعة وتابع الناخب الوطني المغربي توفر على جميع الظروف الملائمة من أجل التوفر على منتخب وطني قادر على التتويج بالألقاب خير دليل هو الصدافة المغرب للعديد من المواجهات خلال التصفية الإفريقية المؤهلة للمونديال وبالتالي لا عذر لعدم التتويج وإسعاد جماهير المغربية المتعطشة وهو الأمر الذي لاحظته منذ قدوم لأول مرة إلى المغرب خاليل زيتش أرقام حارث ضعيفة وأتق في رحيمي تحدث واحد خاليل زيتش عن أسباب استمراره في استبعاد أمين حارث خلال الندوة الصعفية التي خاضها اليوم قبل مباريات المنتخب الوطني ضد كل من غينيا بيساو وغينيا في تصفية كأس العالم المقررة بقطر في 2022 وقال خاليل زيتش هل شاهدتم إحصائيات اللاعب مع المنتخب بعد أربع سنوات؟ حارث خاض مبارتين بعد سنة من الغياب والآن أضعوا تيقتي في رحيمي وبوفال والحدادي وانضم المغربي أمين حارث لصفوف مارسيليا قادما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من شارك الألماني وقدم مستويات جيدة في مبارياته الأولى مع فريقه الفرنسي وبهذا يكون واحد خاليل زيتش قد أكد بأن سبب السبعاد أمين حارث عن صفوف المنتخب المغربي هو ضعف أرقامه مع المنتخب بعد أربع سنوات وليس سبباً قباطياً كما هو الأمر بالنسبة لمزراوي وزياش حسب تعبيره هذه أبرز العناوين خاليل زيتش يكشف سبب خلافه مع زياش ومزراوي خبر عجل خاليل زيتش يرد على انتقادات الجماهير المغربية وهذا ما قاله خاليل زيتش يصرح وجدت عادات سيئة بالمنتخب يجب محاربتها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس